خلينا نروح لخبرنا الأخير مع مصطفى عسل طبعا نجمنا التايجر الأهلاوي نجم النادي الأهلي فيه السكواش يصعد لنصف نهائي بطولة لندن الدولية السكواش الحقيقة قبل ما استكمل الخبر أنا قابلت مصطفى عسل من 4-5 أيام في إفطار النادي الأهلي أو أسرة السباحة في النادي الأهلي في أهل مدية نصف هو كان حاضر ومعزوم وكان موجود ويجي تكلم معايا واتطمنت عليه قال لي لم سافر راح على بطولة لندن دي بعد يومين ويقول طبعا أنت أخبارك إيه؟ أنت عامل إيه؟ لأنه كان ويع في أزمة و2 و3 مع البي اس ايه أو الرابطة المحترفين للعبة السكواش كان فيه أزمات حصلت كان نتيجة عنيها أن توقف مرتين أو 3 فده أثر كتير على الرنك بتاعه أنه حرموا من بطولات كتير ما دخلهاش فما جمعش النقاط قال لي لا أنا الحقيقة دلوقتي الدنيا زي الفل أنا مركز في ملعب بشكل كبير عارفين اللعب لما يبقى صغير بيبقى الحمسة واخدها بشكل كبير ولكن مصطفى يعني بنسبة كبيرة جدا غير المينتاليتي بتاعته يعني هتساعده يعني هنلاقي مصطفى الفترة اللي جاية نتائجه هتختلف تماما لأنه خلاص ما بقاش فيه حاجة تقدر تشتده جوال ملعب مصطفى لعب منتخبنا الوطن والنجم النادي الأهلي صعد من نصف نهاية بطولة لندن طبعا بعد ما فاز على نجم كبير أو نجم منتخب أو لعب الإنجليزي نيك وول نيك وول ده من أفضل اللاعبين وهو لعب يعني الحقيقة في الفترة الأخيرة بدأ اسمه يلمع وطبعا البطولة دي مجموعة جوازة تقريبا حوالي 110 ألف دولار 108.5 تقريبا ألف دولار الأرقام كبيرة في السكواش لأنه بيقى فيه سبونسرز كبيرة جدا والسكواش طبعا بقيت لعبة أولومبية بتداء من باريس من لوس أنجلوس إن شاء الله في 2028 وبعدين قدر يفوز على زميله في المنتخب علي أبو العنين من شوية بنفس النتيجة عشان يصعد لقبل النهائي مصطفى هيلعب فيه قبل النهائي مع الفائز مطش من مطش في زميله مين كريم عبد الجواد والإنجليزي ديكلان جيمس واللي هيكون بكرة بإذن الله بمناسبة لسكواش مفيش راحة بتلعب كل يوم البطولة بتبقى ثلاث أربعة أيام لعبة صعبة لعبة مجهدة معاني مجهود كبير جدا يعني محتاج اليقة مختلفة طبعا عن بيت الألعاب لأنه هو اللي ستب قصير شوية وبتحتاج الحقيقة مرونة وبتحتاج اليقة بدانية عالية جدا يعني